اشتركوا في القناة في كل حرف سواك بين السطور مع عجزاء في كل قصة جوا الكتاب في عيزاء هو الدليل في طريق سواك نمشي بيننا بازكين ونتحى ما فيه في كل شبر في أرض الله الراعي البلاتيني لهذا البرنامج شركة كابيتل العربية للتمويل والاستثمار هذا البرنامج برعاية العربي صناع الثقة سكر مجموعة مستشفيات السعودي الألماني صيدلية العزبي اتصل على مدار 24 ساعة 19 600 داي هاتسو معاهد الدلتا رائدة التعليم الخاص بمحافظات الدلتا باتيس ري كلاسيك الأسكندرية شركة كابيتل العربية للتمويل والاستثمار شراكة استراتيجية الراعي البلاتيني لبرنامج قصص القرآن شركة كابيتل العربية للتمويل والاستثمار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم وأهلا بأخوانا وجمهورنا والشباب والسيدات اللي حضرين معنا جايين من أوروبا يحضروا معنا تصوير هذا اللقاء وسعداء بيهم شباب من الجزائر وشباب من المغرب وشباب من سوريا وشباب من مصر حاجة يعني من اليمن فسعداء بوجودهم جميعا معنا ربنا يعزهم ويكرمهم وأهلا بكم ربنا يتقبل منكم الصيام والقيام يرضى عننا وعن ولادكم يبارك بهذا البرنامج نحيا بالقرآن ونعيش مع القرآن وزي ما بقول لكم كل يوم أنا معاكم بعد اللقاء يعني 12 ونص بالليل بتوقيت القاهرة على عمر خالد دوتنيت بالصوت وكمان تشات فيعني والحلقات موجودة اللي عايز يعمل لها دا ونلود كله موجود إن شاء الله على عمر خالد دوتنيت النهاردة هنعيش مع قصة جديدة القصة بتدور حوالين سؤال هل أنت إنسان فردي ولا أنت مستشعر أنك جزء من وطنك هل أنت بتفكر بشكل فردي للأسف أنا عارف أن أغلب العالم الآن يعيش فكرة الفردية وبلدنا بالذات هل هل أنت فردي فكرة الإسلام أنت فرد ليك رغباتك وليك طموحاتك وليك مشروعك الخاص وحقك وربنا يوفقك فيه بس خلي بالك كمان في حاجة اسمها مشروع الوطن وتحديات الوطن واحتياجات الوطن ولازم وإنت مواخد بالك من مشروعك الفردي وحريص عليه اوعى تنسى إن الجزء من مجتمع إن الجزء من وطن دي فكرة الإسلام الكبيرة واللي يعيش لنفسه يحصل له القصة بتاعة النهاردة دي ويكون في عينين النبي صلى الله عليه وسلم زي القصة بتاعة النهاردة دي خلي بالكو احنا كل القصة اللي خدناها لغاية النهاردة ما كانش فيها غير قصة واحدة لها علاقة بالنبي والصحابة اللي هي قصة الدرع المسروقة النهاردة أيضا قصة لها علاقة بالنبي والصحابة بتدور حوالين هذا المعنى ليك احتياجاتك ليك رغباتك ليك غرائزك ليك متطلباتك لازم تشبعها حقك إنك تشبعها لكن إنت مش عايش لوحدك إنت جزء من مجتمع إنت لازم بلادك اوعى تنسى إن فيه حاجة اسمها الوطن وهو خلي بالك البلادنا لها تحديات اوعى تعيش لمشروعك الخاص وتنسى المشروع العام وتحديات بلادنا وزي ما فيه تحديات فيه قيادة لهذا الوطن بترسم الخطة وتشوف التحديات وتواجه هذه التحديات زي ما حنشوف قيادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحدي عام بيواجه الوطن وفيه واحد عنده مشروع شخصي فاهمين؟ اوعى تفضل مشروعك الشخصي ويغلب اتمتع بيه زي ما انت عايز لكن لو تعرض مع مشروع الوطن لا فحنشوف القيادة الحازمة والمفروض إن كل قيادة في بلدنا الآن تكون بتساعد كل واحد عايش لنفسه إنه هو يدوب وينخرج في المشروع العام لأنه لو ملقاش مشروع عام حيزداد فردية وحيزداد انغلاقا على نفسه ويخسر البلد كل البلد ويخسر الوطن كل الوطن القيادة مسؤولة طبعا مسؤولة والأفراد مسؤولين طبعا مسؤولين تعالوا نشوف قيادة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم رسم الخطة في تحديات بتواجه التحديات تحترم الرغبات الشخصية للأفراد إلا لو تعرضت مع احتياجات الوطن طب يحصل إيه لو كل واحد عاش لمشروعه الشخصي ونسي احتياجات الوطن يحصل زي اللي حصل في بلدنا دلوقتي أديكم أمثلة يحصل زي إيه حاجات من الجرائد حاجات حقيقية يحصل إنك تفاجأ إن واحد بيبيع لحم حمير وبيأكلوا للناس يحصل إن واحد يستورد أغزية فاسدة فتتوقف في الجمارك وتتمأنع وتترمي في المذابل فيروح يعيد تعبئتها من المذابل ويأكلها للناس يحصل إن واحد يشتري صفقة محابس غاز من الصين لما تنزل البلد تطلع غير مطبقة للمواصفات مفروض تترمي فيجمعها ويرشي علشان ياخدها ويبيعها وتتحط في محابس وتتحط في بيوت ناس ويتسرب الغاز ويموت أطفال علشان عاشل نفسه والمشروع الشخصي ونسى الناس يحصل إن واحد علشان مشروعه الشخصي وعياله يحط مواصفات غلط ويجيب حديد مخشوش أو يجيب كميات أقل من المواصفات ويبني عماير حيسكن فيها أرواح وبني قدمين وتنزل العمارة على الناس في اسكندرية ولا هنا ولا هنا ويموت الناس يحصل إيه أو مش لازم يسرق أو يغش يقفل على نفسه يقول مشاكلكو كوطن لا تخصني في شيء دي قضيتكو أنا بره أنا لا يهمني في شيء أنا وأنا وبس هو مش حرامي ولا غشاش هو راجل محترم على فكرة ومصلي وعابد وهي ست طيبة ومصلية لكن أنا وبس أنا ما يعنيش مشكلتكو دي في شيء فيحصل إيه؟ فيحصل أن يبقى فيه مشكلة للبطالة والشباب مش لقيهم يكلوا وهو يقدر يفتح بيوت أو يقدر يشغل ناس أو يقدر يعمل مشروع لتصرب العيال من التعليم أو يقدر يساعد أسره أنها تواجه البطالة وتواجه أطفالها التصرب من التعليم ومليش دعوة أو حملة مخدرات زي حملة حماية يقولوا أنا مالي أنا عيالي كبروا أصلاً ما عنديش مشكلة يعيش للأنا ويعيش للفردية القصة بين الأنانية وبين احتياجات الوطن أنتو عارفين عاملة زي إيه جماعة؟ قصة النهاردة لسه ما دخلتش في القصة عارفين عاملة زي إيه؟ عارفين مرض الريوماتويد إيه الريوماتويد دون؟ الريوماتويد دون مرض ورم بيصيب العظام يخلي العظام والعظم بتاعك ينهار ما يعرفش شيء للجسم لغاية ما يقعد العظم مش عارف شيء للجسم هو أنتو عارفين المرض ده بيجي إزاي؟ الأصل في الخلايا إن الخلايا كلها إيه؟ متكملة وبتتكمل مع بعضها وبتشتغل مع بعضها إمتى يجي المرض؟ لما كل خلية تطمع لما الخلية تبقى طمعانة يعني إيه طمعانة؟ كل خلية تبص لنفسها بطمع ده اللي بيحصل في جسمك ولا عايزوا بالله لو حد عنده جميلة ربنا الخافز والشافي كل خلية تنظر لنفسها بطمع وتنظر للخلية التانية على إنها منفسة لها فيبدأ يحصل مرض انهيار العظام إحنا مجتمعاتنا عندها روماتويت أو مرض السرطان إنت عارف بيحصل مرض السمرطان إزاي؟ الأصل أن الغذاء والأكسوجين بيجي للخلية três ثواني وهي تقوم نقلال الخلية اللي بعديها وبعدين يروح للخلية وبعدين يجي لها غزاء جديد كل خلية ثلاث ثواني وتنقل ثلاث ثواني أتى يجي مرض السرطان لما الخلية تطمع وتبقى عايزة تحتفظ بالغذاء والأكسوجين أكتر من ثلاث ثواني وما تنقلوش أو تحتفظ بكمية أكتر يعني يمض أطول يكمية أكتر فيحصل السرطان هل إحنا حصل لنا كده إحنا مرضى هل ربنا بيعلمنا من أمراض الجسد إزاي ما يحصل لناش أمراض المجتمع شوفوا النهاردة حلقة النهاردة مراية جديدة من القصص القرآني بتواجه وفي نفس الوقت قصة نبوية القصة قصة واحد اسمه كعب ابن مالك كعب ابن مالك صحابي من صحابة النبي القصة حصلت سنة تسعة هجرية قبل وفاة النبي بسنة في آخر العهد النبوي القصة حصلت بسبب غزو التبوك غزو التبوك غزوة من غزوات النبي في تحدي بيواجه المسلمين ايه التحدي اللي بيواجه المسلمين؟ الروم بتعد حشود عشان تواجه المسلمين وعشان تهاجم المدينة لازم نطلع قبل ما هم يدخلوا علينا نكون مستعدين ونطلع إحنا بجيش قبل ما يوصلوا لاستعدادهم لازم نتحرك فورا التوقيت صعب قوي 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 في عز الحر الدنيا حر شديدة في الصيف في المدينة ايه المشكلة التانية؟ الثمار على شجر خلاص حتطرح وكل واحد عنده مشروعه الشخصي والصحابه مزرعين وكل واحد عايز يبدأ يلم المحصول ويجمع المحصول ده أكل عيشه أكل عيشه هو ولاده ويبيع وياكل بس فيه تحدي بيواجه البلد بس فيه تحدي بيواجه الوطن شفت اللي أنا قعدت أحكيه لك؟ أهو جاية هو ايه الموضوع؟ الموضوع إن كمان المسافة قد إيه؟ ألف كيلو حنروح تابوك من المدينة لتابوك ألف كيلو يعني الدنيا حر شديدة الحرارة وألف كيلو ومعناش فلوس كافية والثمر على الشجر كأن فكرة وسمت إيه؟ ربنا مسميها في القرآن غزوة العسرة عسرة كلها صعبة صعبة ومعناش فلوس كافية فكل ثلاثة بيبدله على بعير يعني تخير حنمشي قد إيه؟ الألف كيلو كل واحد يمشي قد إيه؟ كعب ابن مالك هو اللي بيحكي القصة بتاعته وهو اللي بيحكي حصل له إيه من جواه؟ كعب ابن مالك بيقول الصورة والقصة نزلت في صورة التوبة قصة كعب ابن مالك في صورة التوبة وتسمت الصورة على قصته وتسمت الصورة صورة التوبة خلي بالك أنت أول ما بتيجي في دماغك كلمة التوبة بيجي في دماغك إيه الزنوب والمعاصي التوبة من الفردية الصورة نزلة على كده أصلا أنت عايش لنفسك روح توب وقرى صورة التوبة أنت عايشة عشان أنت وعيالك وانسيتي الغلابة والفقرة والعيال اللي مش لقية تأكل والأسر الفقيرة في بلدك أنت محتاجة أنت محتاجة توبي اقرى صورة التوبة أنت بتصلي وبتصمي في رمضان وعمالة تقري قرآن وتبكي وتخشعي أنت محتاجة توبة محتاجة توبة ليه؟ أنت محتاجة توبة علشان عشت لنفسك عشت للخص وانسيت العام طول ما أنت مش عايش لرسالة فيها خدمة الناس وعشت للأنا وبس يا ناسي اللي بتسمعوني يا رجال أعمال يا شباب حتى لو ما معاكش فلوس لكن تقدر تعلم واحد تقدر تروح تاخد بيئة أسرة وتاخد من واحد غني وتعمل مشروع لتصرب من تعليم أو غيره طول ما أنت ما بتعملش كده أنت عندك مشكلة أنت محتاجة توبة اتسمت بصورة التوبة ياه هو قد كده الموضوع ده كبير عند ربنا هو الإسلام كده وتسمت عشان كده صورة التوبة يا ناسي اللي حتقروا صورة التوبة ووصلتوا للجزء بتاع في الختمة بتاعة القرآن اقرى صورة التوبة بالفكرة دي ايه الموضوع و ايه الايات اللي نزلت في كعب ابن مالك هنشوف يعني كل فردي محتاج توبة كعب ابن مالك ما حضرش غزو التبوك تخلف عن غزو التبوك من أجل مشروعه الخاص فكان محتاج توبة كعب ابن مالك بيحكي الحكاية بيقول لم أتخلف عن رسول الله في غزوة قط إلا هذه الغزوة أنا مش فردي أنا مش وحش يا جماعة هو بيقول هو بدي كلامه كده وهو يعني القصة موجودة في صحيح البخاري أنا مش فردي وعي تفتكروني كده دي هي مرة غلط فيها مرة غلط فيها حيتعاقب العقوبة اللي حنشوفها دي طب انت بقى بقالك انت بقالك ينهر أبيض مرة مرة يا كعب هو بيقول لم أتخلف عن رسول الله في غزوة قط إلا في هذه الغزوة وهو بيقول ولقد شهدت باعة العقبة ده أنا كويس دي باعة العقبة دي كانت من أهم الحاجات اللي الأنصار بايعوا فيها النبي على نصرة الإسلام أنا حضرت العقبة أنا واحد من الناس اللي حضره وأنا ما حضرتش غزوة بدر بس ما حضرتش غزوة بدر لأن النبي قال اللي عايز يطلع يطلع ايوا تفتكروني دي ده فهمين بيدافع عن نفسه ازاي وبيقول أنا كويس وعلى فكرة باعة العقبة عندنا هو بيحكي عند الأنصار كبدر غير أن بدر أشهر منها يعني عمال يقول أنا مش كده ما تفتكروش إن أنا كده بيحكي وبيكمل بيقول فجاءت غزوة غزوة تابوك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة لو طلع معركة ورى بغيرها يعني قال كلام ما يقولش صراحة هو رايح فين عشان إيه عشان يفاجئ العدو إلا في غزوة تابوك قال أنا رايح تابوك ليه رسول الله لأنه سيقابل عدو كبير الرمان ولأن المسافة طويلة لازم الصحابة يكونوا مهيئين لأن موضوع مسهل مش رايح مكة ولا رايح الطائف ده رايح تابوك هيقابل الرمان شديدة الحر الدنيا صيف الثمار فأمقايل أنا متجه إلى تابوك هو بيقول كعب بيقول على الصراع الداخلي اللي حصل جواه بين الأنا وبين البلد وبين الغلابة وبين الناس وبين الأيتام وبين حقوق الناس كان فيه صراع جواه بيقول فكلما أردت الخروج لأتجهز جلست وثبتتني نفسي أنت بيحصل لك كده كلما أقول خلاص أنا هيبقى لي رسالة ده أنا حعمل حاجة مفيدة ده أنا حشتغل للإسلام ده أنا حساعد الناس الأسبوع الجاي الويك اند الجاي طب بس أخلص الامتحانات اللي جاي طب بس أخلص ولادي خلصه سنوية عامة طب هو حصل له كده يقول فطفقت كلما أردت أن أتجهز للخروج مع رسول الله يعني أقعد كلما أقول هطلع مع رسول الله أقعد عملها مرتين ثلاثة أربعة حتى بدأ النبي يخرج بالجيش وأنا أقول أنا جاهز على ذلك إن أردت بالضبط اللي بيحصل شوفوا الصراع بالضبط اللي بيحصل مع ناس مننا أنا قادر على ذلك إن أردت وأخرج إلى السوق أنظر ها عايز أشتري الحاجات اللي هجهزة عشان أخدها معايا عشان ها محتاج إيه أخده أخده معايا هو بيقول ولم أكن أبدا أقوى مني هو واضح مع نفسه مش بقى بيقعد يطلع أعذر ولم أكن أبدا أقوى مني ولا أيسر ولم يجتمع لي رحلتين عندي جمالين إلا في هذه المرة أنا ما كانش ليه عذر والله ما كان ليه عذر يا بيواجه نفسه مش بقى حيوض أصل أنت مش عارف ظروفي أصل الحالة الاقتصادية أصل أنا ما بخدمش الناس علشان كذا أصل أنا ما بعملش حاجة هو رجل واضح واضح مع نفسه بيتكلم مع نفسه بوضوح وبيقول بوضوح يقول حتى غادر الجيش وانفرت لا مش ممكن ألحقهم فخرجت إلى المدينة أبو سطح طب مين اللي بقى في المدينة لا أجد إلا منافق مغموسا في النفاق أو صاحب عذر واحد رجله فيها حاجة واحد كفيف لا يبصر فوجدت أن أنا الوحيد أنا الفردي الوحيد ما يا جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم والقيادة قوية وحاسمة الناس كلها خرجت تلاتين ألف خرجوا فحس أنه هو الوحده لكن ساعات الناس كلها بتحس أن كلنا زي بعضينا لو الناس كلها سابت وباعت ما تبعيش أنت لو الناس كلها بقت مش بتاعت رسالة وعاشت للأنا وللفردية ما تعمليش كده أنت عيش لرسالة عيش للناس اخدم الناس ساعة قريتك ساعة بلدك ساعة أسرة محتاجة مول أسرة محتاجة شوف عيال متسربة من التعليم ورجعهم المدرسة وانفق عليهم عشان يرجعوا المدرسة وشغل أهليهم عشان يرجعوا للمدرسة إذا كانوا طولوا عشان الفقر هو بيحكي بيقول فطفقت أنظر في المدينة فبدأ يتخيل حجم المأساة أنا الوحدي اللي تخلفت مفيش حد تاني غير كتير يقول حتى بدأ النبي فات شهر وشوي أربعين يوم وبدأ النبي يرجع منتصرا من غزو التبوك فطفقت يحضرني همي هقول له إيه خيادة حاسمة مفيش زار هقول له إيه هقف قدامه وقول له إيه فطفقت أتذكر الكذب أجدب أقول له عزر وهو على فكرة كعب بن ملك شاعر يعني لسانه حلو فطفقت أتذكر الكذب وأقول لنفسي شوفوا شوفوا يا جماعة أنت واخدين بالكم اللي بيقول الكلام دا كعب شوفوا لأي درجة صدقه مع النفس وسجل مشاعره الداخلية وصراعه الداخلي عشان يعلمنا جزاك الله خير عني يا كعب عشان ما حدش يبقى له عزر بيحكي لك أنا بشر في الآخر أنا صحابي صح بس أنا بشر وفكرت أن أنا أجدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت أتذكر الكذب وأقول لنفسي بماذا أخرج من صخطه غدا يعني أطلع من غضبه بإيه بكرة حتى نودي في المدينة عاد رسول الله هتقولي له إيه يوم القيامة هتقولي له إيه أن أنا تخلفت ما هو خلي بالك كعب بن مالك تخلف عن النبي وإنتي تخلفتي عن أمة النبي أنا عايزك تتخيل أنك داخل دلوقتي يوم القيامة هتقابل النبي زي كعب بن ظبط هتقوله إيه عشت لنفسي يا رسول الله هيقولك أنت ما قريتيش صورة التوبة أنت ما تعرفيش قصة كعب أنت ما تعرفيش أنا عملت معاه إيه فطفقت أول فنوديا عاد رسول الله فأجمعته الصدق أنا مش هكذب أنا هقول الحق فراح المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من المدينة إلى المدينة أول حاجة يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين ثم يجلس للناس أخبركو إيه فجلس النبي إلى الناس فذهبت إلى النبي فوجدت المنافقين حوالي كانوا حاجة وتمانين واحد سبقوني إلى رسول الله كل واحد يعتذر ويحلفون له والله يا رسول الله أصلي عيالي كأبني كمعيان والله يا رسول الله عارفين أنت طبعا ممكن كل واحد يقول عذره والله يا رسول الله الحالة الاقتصادية كانت عاملة كذا أصلا أنت ما تعرفش يا رسول الله مش حصل كذا لمراتي مش يقول هو سامع يعني هو تخيله بقى الدور جاي وكله بيعتذر والنبي يقبل منهم ويستغفر لهم والنبي يقبل منهم ويستغفر لهم والنبي يقبل منهم ويستغفر لهم حتى رأاني فقال تعال حاولي تتخيالي كده وأنتي بتقابلي النبي يوم الياما وبيقولك كده وابتسم إلي ابتسامة الغضبام فجلست بين يدي فقال ما الذي خلفك وأنا بسألك ما الذي خلفك أني يبقى لك رسالة ما الذي خلفك ما الذي خلفك فقال ما الذي خلفك ليه سبت المجتمع ليه عشت لنفسك ليه فضلت مشروعك الشخصي على مشروع المجتمع ما الذي خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك مش كان عندك جمل فقلت يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من ملوك الدنيا لكذبت عليه ولقد أعطيت جدلا أنا لساني حلو والله يا رسول الله لو قلت لك حديثا يرضيك عني اليوم زي الفاتو ما قالش زي الفاتو يعني أنا بقول يرضيك عني اليوم يسخط علي الله فيه لا يشكن الله أن يسخطك علي ولئن قلت لك حديث صدق تجد علي فيه تغضب مني فيه لكنه الحق أرجو فيه الرحمة من الله يا رسول الله لم يكن لي عذر ولم أكن أقوى ولا أيصر مني في هذه الغزوة وكانت لي رحلتين ليس لي عذر فقال النبي أما هذا فقد صدق يبقى اللي فاتوي أما هذا فقد صدق لكن مفيش زر قم حتى يقضي الله فيك قام كعب بن مالك وهو قايم قبله ناس من بني سلمة من قبيلة بني سلمة فقالوله يا كعب عملت كده في نفسك ليه ليه قلت ليه رحت قلت كده ده أنت عمرك مغلطت غلطة قبل كده زي كده يا كعب ده أنت كان يكفيك أن النبي يستغفر لك زي ما استغفر للي قبليك فبيقول فما زالوا به حتى هممته أن أرجع إلى النبي فأكذب نفسي شوفوا نفس البشر يا جماعة الرجل صادق الرجل بيقولك أنا من جوه عامل إزاي قلت تفتكروا أن أنا شاطر أنا بشر وكان جوه يصراع ومش عايب أن احنا نغلط القصة فيها حتة حلوة قوي مش عايب أنك تغلطي بس لو عشت لنفسك شوية طب صلاحي بقى ووجه نفسك يعني كعب ووجه نفسه يقول هممت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي وقول له لا أنا أنا كان عندي عزر ثم سألت هل لقي ذلك أحد غيري في حد زي حالتي ولا كله كده اللي اعتذروا والنبي قالوا رجلان قالوا ما قلت وقيل لهم ما قيل لك فقال من هما فقالوا هلال بن أمية ومرارة بن الربيعة فذكروا ليه اتنين من أصحاب بدر اللي شاهدوا بدر من خيار الصحابة فقلت لا والله أنا حكمل زي من ماشي لا طالما في ناس غيري كده خليني زي منه آه حيحصل إيه ونهى النبي أهل المدينة عن كلامنا خمسين ليلة محدش يكلمهم ده العقاب محدش يتكلم معاهم خمسين يوم ينهر أبيض خلي بالك النبي ما قالش خمسين يوم ده النبي قالها مفتوحة ده هو المدة في الآخر طلعت خمسين يوم فهمين عايزة أقول لك ايه ده أصعب قصو لو قال خمسين يوم يلا نعد ها فات تمانية واربعين فات اربع وعشرين فات تلتاشر الحمد لله فاضي اليومين لا محدش يكلمهم وخلاص وكل يوم هو ما يعرفش أمتى دي أصعب بكتير لا أنا عايزك تتخيل محدش بيكلمهم يعني أهلوا ما بيكلمهوش ده العقاب ده العقاب يعني يعني أبوهم كل المدينة ينهره بيض المسلمين ما يتكلموش مع كعب ابن ملك مع الثلاثة بس الثلاثة مش للثمانين مع الثلاثة بس ها طم الثمانين مستريحين تخيل بقى النفسية ممكن يحصل فيها ايه دلوقتي؟ الثمانين ولا حاجة وإحنا اللي قلنا الصدق يحصل لنا كده انتوا صدقين بس طب طب يعني ايه يعني المدينة طب يشتروا ازاي الناس بتشتري وتبيع معاهم من غير ما يتكلموا معاهم طب لما بيسلموا على حد ما بيقودش عليهم السلام طب النبي ما بيكلمهمش السوم تخلفوا عن المجتمع يا جماعة أنا حطلع فاصل دلوقتي بس ممكن أطلب منك فاصل في الفاصل وقت التلفزيون وقعد مع نفسك واسأل نفسك سؤال يا ترى أنا متخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ترى أنا العشرين سنة اللي فاتوا زي كعب كعب عملها مرة خمسين يوم أنا بقى لي كم سنة كده هل أنا متخلف عن المجتمع عن الوطن هل أنا عايش للأنا أرجوك بلاش أعذار اتعلم من كعب الصدق مع النفس تعالوا نكمل بعد الفاصل في كل حرف سواك بين السطر مع جزاك في كل قصة جوال كتاب في عزاك بسم الله الرحمن الرحيم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه خلاص كله أفل هو بيقول بيقول أنا تعجبت لما القرآن نزل بالآية دي لأنه هو ده اللي أنا كنت حسه حس أن نفسي تنكرت لي وحس أن الأرض تنكرت لي خمسين يوم أنا عارف أن في بعضكم بيقول هي مش العقاب شديد شوية وليه طب ما كان النبي سامحه خمسين يوم لا تهاون في حق الوطن الموضوع ما ينخصش النبي بس الموضوع يخص أمة والنبي بيربي أمة وبيبعث لنا رسالة أنتو متخلفين عني هتتخلفوا عني يوم القيامة وحديكوا ظهري يوم القيامة وأقولك لأ أنا تخيالي تتخلفي عن شفاعة النبي تقدري تتخلفي عن حوض النبي تتخلفي أنه يسقيقي اختاري محتاجة توبة الصورة التوبة فهو بيقول خمسين يوم وبدأت أتعب أنا والأتنين التانيين أو اللي معا عن النبي هتقولي طب إشمعنا العقوبة دي إشمعنا محدش يكلمهم أنت مش اخترت الفردية اخترت النفسك لوحدك طب إحنا كمان مش عايزينك محدش يكلمه خمسين يوم يعني فاهمين الجزاء من صنف العمل مش أنت اخترت تبقى لوحدك طب وإحنا كمان هنبقى لوحدنا مش هنتكلم معك شوفوا اختيار العقوبة جمين طب إشمعنا خمسين يوم ما هي مدة الغزوة خمسين يوم إعداد الغزوة بالزهاب والعودة خمسين يوم هي 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 يا دي رسالة لينا جمدة جدا طب اللي بقى له عشر سنين هيتخلف عن النبي في الجنة قد اللي عايز يبقى جاري النبي في الجنة وبيشتغلش وبيعملش حاجة فكر بقى ايه القصة كده حطها قدامك وفكر فيها بيحكي كعب بن بالك بيقول أما صاحبي اللي هم مين هلال بن قمية ومرار بن الربيع فاستكان في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت شاب صغير اللي اتنين التنين كبار في السن أما أنا فكنت شاب صغير فكنت أخرج إلى الناس محدش بيكلمه بس بيخرج إلى الناس وأشهد الصلاة في المسجد وأخرج إلى الأسواق فوالله لا يكلمني أحد حتى في السوق أشتري وأبيع ولا يتكلم معي أحد أدخل إلى المسجد فأجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأسلم عليه فأقول هل حرك شفتيه بالسلام أم لا أنا عايزك تتخيل الموقف ده يومي القيامة أدخل في الصلاة لأصلي فألمحه بعاني ينظر إلي فإذا اتفلت إليه التفت عني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدي كده الموضوع لا أصل القيادة حاسمة وأصل المشروع واضح وقوي وأصل يا كعب اللي أنت عملته تخلفت بي عننا رسول الله مش هيسلم عليك يا خوفي رسول الله يومي القيامة ما يسلمش عليك يقول فأخرج إلى الأسواق لا يكلمني أحد بيقول فلما زاد همي أوي لي يا ابن عمي ابن عمي صوري في صوره فتصورت الحائط طلعت فوق الحيطة وناديت عليه يا أبا قتادة فلم يرد علي وهو يعمل أمامي في مزرعته فقلت يا أبا قتادة السلام عليكم فلم يرد علي السلام فقلت يا أبا قتادة أناشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله تعب أنت مش تعرف أن أنا بحب الله ورسوله فلم يرد علي فقلت أقسمت عليك هل تعلم أني أحب الله ورسوله أنا مؤمن أنا مش وحش فلم يرد علي فقلت يا أبا قتادة أقسمت عليك تلت مرة هل تعلم أني أحب الله ورسوله قال الله ورسوله أعلم ففاضت عيماي اتوجعت أوي ونزلت من الصور أبكي يا أنا كده يقول فبينما أنا أسير في الأسواق في المدينة إذا برجل نبطي من أنباط الشام فلاح من فلاحين الشام ينادي في الأسواق أين كعب بن مالك أين كعب بن مالك معه رسالة فأشار الناس إلي الناس ما بتتكلمش اللي هناك ده فجاءني قال لي معك لي رسالة من مالك الغساسنة الغساسنة اللي في بينهم حرب بينهم وبين المسلمين فأخذت الرسالة مالك الغساسنة عارف أن كعب بن مالك شعر مشهور فبعيت له رسالة وعرف اللي حصل فبعيت له بيقول له إيه بلغنا أن صاحبك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قد جفاك سابك فالحق بنا نواسيك ويكون لك المنزلة عندنا معروض عليك تلتحق بوطن تاني غير وطنك أصل وطنك ما يستهلش أصل وطنك سابك وانت راجل عظيم يا ما ناس لما بيحصل كده ينسى وطنه ويبيعه يا ناس يا مسلمين يلي عايشين في الغرب اوعى تستبدل وطنك بوطنك بوطن تاني لو أنت مقيم ومع الجنسية هنا طبعا دا كمان وطنك وعيش في وطنك واخدم وطنك بس ما تنساش كمان بلدك الأصلية يقول فنظرت إلى الخطاب فقلت وهذا أيضا من البلاء أنا أسك فأخذتها ورميتها في التنور في النار لا أنا ما بيعش وطني لا حتى لو خصموني أهلي حتى لو أهلي عملوا فيها كده أبدا أصيل كعب في صراع نفسي بس أصيل أصيل مؤمن يقول فلما اكتملت أربعين ليلة لما اكتمل أربعين ليلة من الخمسين جاءني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتصعب زيادة إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال أطلقها أم ماذا؟ قال لا ولكن لا تقرباًها مراتك كمان مخصمك مراتك جزء من المجتمع مين قال أن مراتك تابعك؟ مراتك انتمائها للوطن أكتر من انتمائها ليك خلي بالك معاني خطيرة ده معنى للستات فقلت لمرأتي الحقي بأهلك ارجعي بقى بيت أبوكي شوية عشان الموضوع كده بيزداد صعوبة يقول أما امرأة هلال بن أمية فكان شيخ كبير فذهبت إلى النبي وقالت يا رسول الله هلال رجل كبير وليس له خادم فأذن لي أن أبقى معه يعني أنظف له البيت وأعينه فقال ولكن لا يقرب انك فقالت يا رسول الله والله ما به حركة إلى شيء ما زال يبكي من يومها إلى اليوم بقى الواربعين يوم بعيط تخيالي دموعك هتبقى عاملة ازاي لو النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قالك أنت تخلفت عني وعن الأمة يا جماعة اشتغلوا يا جماعة مش هزار القصة صعبة جدا القصة خطيرة لا يا جماعة لا 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 كل واحد من النهار ده يفوق ويرجع وبهمة بلدي ناسي قريتي الأسرة الفلانية يا أخي ولو أسرة ابدأ بأسرة أسرة ساعد أسرة وقف على رجليها طلعها من تحت خط الفقر الفوق مش لازم تديها فلوس ساعدهم يتعلموا ساعدهم يعملوا مشروع صغير بس ما تعيش النفسك ويا مسلمين يلي عايشين في الغرب الوطن اللي هنا ليه عليكم حق وتخدم المكان اللي انت عايش فيه كعب ابن مالك بيقول فاكتملوا خمسين ليلة لغاية خلاص مش قادر تعب قوي 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 وصلي وصوم لكن لو انت فردي انت متخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حب الوطن هتقول ايه المهم اكتملت الخمسين ليلة خلاص بقى العقوبة كانت رادعة والرسالة وصلت لنا يا رسول الله فهمنا يا رسول الله ايوة الخمسين ليلة احنا دلوقتي درسناها وفهمنا ايه اللي حصل يا رسول الله فنزلت الايات في صورة التوبة الاية 117 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزير قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة تاب برضو تخيل بقى لحظة ما نزلت وعلى الثلاثة والثلاثة الله اكبر وعلى الثلاثة الذين خلفوا صعبة كلمة خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا انه هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كعب ابن مالك ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه يسيبوا الوحده شايف شايف حلوة القرآن ويش بقول لكم جماعة قصص القرآن وحلوته ذلك بانهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ازاي يتخلفوا ده كل خطوة بعمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون انفقوا على الاسر الفقيرة ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا عشان يساعدوا حد بنك طعام ولا غيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون الله على القرآن نزلت الايات في صلاة الفجر كعب يوميها من كتر همه وحزنه كان بيصلي الفجر على سطح بيته ما كانش بيصلي الفجر في المسجد مش قادر فبيصلي فوق سطح البيت الفجر فلما نزلت الايات بص المجتمع شايف لما بيكون المجتمع متلاحم والناس حاسة انها منتمية لبلدها شوفوا الناس سمعت الكلام ازاي في المقاطعة اول ما نزلت الايات بالتوبة كعب بيحكي بيقول فانطلق رجلان رجل ركب فرس عشان يجي لي يبلغني ورجل صعد فوق جبل ايه حلودي ايه المجتمع يا خسارة ده الفردية وحشة قوي ده الفردية بتخلي الواحد عايش حياة عزلة فواحد ركب فرس وواحد طلع فوق جبل فقام الذي على الجبل فقال يا كعب بن مالك ابشر تاب الله عليك فاللي ركب الفرس فكان الصوت اسرع من الفرس وصل يقول كعب بن مالك فكنت على سطح بيتي فسجدت شكرا لله عز وجل فوصل اليه الرجل بتاع الفرس استنى لما جه اللي بلغه بالصوت فبيقول والله ما كان عندي الا عباءة واحدة فخلعتها للبشرة اللي هو الدهالي وقمت ملبسله البشير إياها ثم انطلقته إلى المسجد بيقول وتصورت المحراب الصور لأبو قتادة أستعير منه عباءة عشان أروح أقابل النبي بلبس جديد فخدت العباءة بص اللي جاية دي يتلقاني الناس في الطريق أفواجا يسلمون علي اللي كانوا انخصني المجتمع المتلاحم ده ايه المجتمع الملتف حوالين قيادته ده ايه ده ايه النموذج ده يتلقاني الناس أفواجا في الطريق الناس جاي في طريق بيتي اللي كانوا مخص مني بس بآية نزلت بالأيتين دول القرآن ده عظيم كده يغير الناس كده يتلقاني الناس يا أفواجا يقولون لي ليهنك ليهنك يعني مبروك ليهنك توبة الله عليك يا كعب مبروك يا كعب توبة الله عليك مبروك يا كعب توبة عمر حد بركلك بتوبة حتى دخلت المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فافتسم إلي كأن وجهه قطع من القمر فقال لي تعال فقدمت حتى جلست بين يديه قدامه على طول فنظر إلي وقال أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك تاب الله عليك أحلى يوم في حياتك يوم ربنا يتوب عليك أحلى يوم في حياتك يوم ربنا يخفر لك إيه أحلى يوم في حياتك يوم ما تجوزت ولا يوم ما خلفت ولا يوم ما نجحت في السنوية العامة أبدا أحلى يوم في حياتك يوم ربنا أحلى يوم في حياتك ممكن يكون اللي لادي لما تقول أنا حشتغل للناس وتنوي أنا حبقى صاحب رسالة أبشر يا كعب بخير يوم انطلع عليك منذ ولدتك أمك تاب الله عليك من أنت اشتغلت النفسك وانسيت المجتمع فقلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي بصدقة إلى الله أنا عايز أشارك مع المجتمع تاني شوفوا شمعنا أختار الصدقة ما قالش إن من توبتي أعمل عمرة أو لا أنا تخلفت عن المجتمع فهم يبقى فهم الفكرة بتاعت الموضوع أنا لازم أبقى جوه المجتمع إن من توبتي أن أرجع أشارك في المجتمع أن أتصدق بمالي على الناس فقال له النبي أمسك عليك بعض مالك شوف حنيت بالراحة فقلت يا رسول الله لا كل فلوسي إن أمسك فأمسك سهمي في خيبر في معركة خيبر أحافظ على عشان يفضل معي شوية فلوس وإن من توبتي ألا أحدث يا رسول الله بعد اليوم إلا صدقا فإنما نجاني الصدق فنزلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللي إحنا أرناها خلصت القصة مين بقى يعاهد نفسه إنه لن يتخلف عن رسول الله إن شاء الله يوم الإهامة مين يتوب مين يتوب عن الفردية إيه الإسلام العظيم ده وإيه القصة دي بقي حاجة دمها يعني خفيف حاجة لطيفة في النهاية مين اللي بيحكي القصة كعب بن مالك لكن مين اللي رواها عن كعب بن مالك لغاية ما وصلت لنا مفاجأة عبد الله بن كعب بن مالك كعب بن مالك كان أب صديق حكى لابنه مصاحب ابنه وكل القصة دي بالأخطاء اللي فيها بهواجس النفس حكاها لابنه ما تكسفش هو وابنه يا أباء هقولكوا نكتة يعني طول ما أنت بتقول لابنك أنا طول عمري بطلع الأول وطول عمري أبوك أبوك مثالي طول عمره أنا ما كنتش بعمل الأخطاء اللي أنت بتعملها أنا طول عمري كنت بذاكر واخد بالي من مستقبلي وكنت الأول لما كل أباءنا كانوا الأول مين اللي كان بيطلع الأخير يعني صحيح والله مين اللي كان بيطلع أخر واحد مش ممكن يعني يا جماعة يعني خلونا نتعامل مع أولادنا برضو بإيه يا عمنا كان عندي أخطاء بس ما تحكيش زنوبك أنا مش موافق بس احكي تجربك بيما فيها من أخطاء كعب بن ملك عمل كده اللي بيحكي القصة عبد الله بن كعب بن ملك فبقى أب صديق الله على كعب بن ملك الواضح مع نفسه واجهوا نفسك يا جماعة وما تستخبوش من نفسك صرحوها قولوا لها أقعد مع نفسك وقول أنا عيوبي إيه دي كانت القصة ودي كانت آيات صورة التوبة وقروا صورة التوبة بالنية دي النهاردة وشوفوا الآيات دي الآية 117 على عمري خالد دوتنيت هتلاقوا النهاردة كل القصة صوت وصورة وكتابة ومترجمة اللي عايز يعمل لها دون لود اللي عايز يوزعها أنا موجود اتنشر ونص على الموقع اللي عايز نتكلم مع بعض اللي عايز يعمل شات نشوفكوا على خير ربنا يحفظكوا ويكرمكوا تعالوا في الختام ندعي إن ربنا يتوب علينا وإن إحنا نخدم الناس وإن ربنا يستخدمنا في إصلاح الأرض يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا مجيب الدعاء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا قريبا غير بعيد يا ذا الجلال والإكرام يا عظيم يا عظيم يا عظيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد اللهم صلي على حبيبنا محمد في الأولين اللهم صل على حبيبنا محمد في الآخرين اللهم صل على حبيبنا محمد في الملاي الأعلى إلى يوم الدين يا رب اجمعنا بالنبي كما آمنا به ولم نره يا رب فرح بنا النبي يوم القيامة يا رب فرح بنا النبي يوم القيامة أسعده بنا يوم القيامة اجعله يتلقان فرحاً مسروراً اللهم إنا حرمنا صحبة النبي في الجنة في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة يا رب حرمنا صحبة النبي في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة اسقنا من يد النبي شرب هنيئ لا نظمأ بعدها أبدا اجعله يتلقانا فرحاً مسروراً اجعله ينادي علينا يفرح بنا يأخذ بأيدينا يا رب يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء نقسم عليك باسمك الأعظم يا من تسمعنا الآن وترانا في هذه الليلة ندعوك بإخلاص ونجتهد إليك اكتب كل من حضر معنا وكل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة يا رب يا رب اكتب كل من يسمعنا الآن وما ذلك عليك بعزيز وما ذلك عليك بصعب هو عليك هين يا رب استجب لهذه الدعوة الآن وأعن عليها أن نكون أهلاً لها اكتب كل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة يا رب الفردوس الأعلى اجعلنا جيران النبي يا رب جيران النبي يفرح بنا يوم القيامة يا رب يفرح بنا يباهي بنا الصحابة يقول هؤلاء بذلوا للأمة يا رب أحينا على سنته أحينا على سنته توفنا على ملته أحشرنا تحت لوائه أوردنا حوضه أوردنا حوضه فالريح بنا فالريحه بناجعله يتلقانا بالأحضان فرحا مصرورا يا رب يا مجيب الدعاء يا أرحم الراحمين استخدمنا ولا تستبدلنا أصلح بنا الأرض أصلح بنا الأرض شغلنا عندك يا رب استخدمنا اجعل نهضة هذه الأمة على أيدينا اجعلها على أيدينا اجعلنا سببا في عزة دينك يا رب العالمين يا رب يا رب ملأنا حماسة وقوة عنا أعنا افتح علينا بفكرة أو مشروع يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا بمن نعينه يا أكرم الأكرمين اجعل الليلة هب لنا من لدنك الليلة عملا صالحا يقربنا إليك يا رب ارزقنا عمل صالح ارزقنا أسرة فقيرة ارزقنا شاب سعده يا رب هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك نعوذ بك أن نكون من المتخلفين نعوذ بك أن يغضب علينا النبي نعوذ بك يوم القيامة أن يعطينا ظهره نعوذ بك أن يقول لنا يوم القيامة سحقا سحقا بعدا بعدا نعوذ بك أن يتركنا يا رب أعنا في الدنيا أعنا الليلة على عمل الخير يا رب آمين 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 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو الدليل في طريق سوا بنمشي بيمنا بأسكن ونتحما فيه في كل شبر في أرض الله كتاب الله رب العباد سوا يبقى لنا تعالق نور واخر لكل الحياة كرآن كريم ودل البشر وهدئية وإننا جاول هادي البشرية في كل حرف سواق بين السطور مع عجزاء في كل قصة جوا الكتاب في عيزاء هو الدليل في طريق سوا بنمشي بيننا بأسكن ونتحما فيه في كل شبر في أرض الله كتاب الله رب العباد سوا يبقى لنا تعالق نور واخر لكل الحياة